مجلس الشورى كما وتعمل على تحقيق التناسق بين القوانين واعتماد قواعد محددة إزاء التعامل مع الخطابات الألكترونية المستخدمة في إبرام العقود ومخاطبات التجارة الدولية الأمر الذي يضفي على هذا النوع من الخطابات الصبغة القانونية وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يختر أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بيت عبدالله زيدل رئيسة مجلس النواب بشأن منتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل البندة 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 ميلادية بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة مع إختار المجلس بحالته إلى لجنة الخدمات مع إختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدها جرى أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المرافق للمرسوم رقم 38 لسنة 2019 ميلادية قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم 34 لسنة 2019 ميلادية والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون حيث قرر المجلس الموافق على توصية اللجنة على أن يأخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة ترجمة نانسي قنقر